هذا هو المكان المخصص لإنجاز مذبح بمقاييس عالمية مشروع رسد له أزيد من مائة مليار سنتيم بداية السنة الجارية واختيرت هذه القطعة الأرضية ببلدية برقي في العاصمة كموقع له لكنه بقي مجرد حبر على ورقة هذا هو التيرة اللي راكوا تشوفوا فيه في برقي ليريكي بيراتو الولايات وقالت للمجلس الشعبي الولايات هنا راح نبني لونباطور تحو سندي على الأرضية موجودة والمشروع لم ينطلق صدقنا عليه ودفعنا له مائة مليار سنتيم ملف غلق مؤسسة تسيير المذابح بحسين داي المعروف محليا بمذبح رويسو يعود إلى الواجهة من جديد بعد أن تم إصدار قرار غلق مذبح الحراش الذي تنقل إليه أزيد من سبعمائة عامل بقرار من هيئة المراقبة التقنية للبنايات بحجة أن المذبح مهدد بالانهيار في أي رحظة الوضعية حركت المجلس الشعبي الولاي للجزائر العاصمة للوقوف على حال المشروع الذي لم ينطلق بعد مقابل مبالغ مالية لم تعرف وجهتها أكثر من سبعمائة عامل سيحالون على البطالة الإجبارية بعد أن أوصدت جميع الأبواب في وجوههم من قبل السلطات الوصية التي اكتفت بإطلاق وعود لإنجاز مذبح بمقاييس عالمية في منطقة بيرتوتا سنة 2012 ثم بمنطقة براقي في 2019 وعود لم تتجسد على أرض الواقع ومبالغ مالية يجهل مصيرها ترجمة نانسي قنقر